كيف ترى وضع السجناء عندما تتحدث منظمات دولية منها المفوض السامي لحقوق الإنسان عن وجود أكثر من 65 ألف بريء 65 ألف بريء ذولة لو ما محكومين لو أكوا شكوك بالأحكام الواقعة عليهم وفي ظل يعني للأسف يعني لا يوجد موقف حازم لإطلاق صراحهم شا تقول فضيلتك شنو الرسالة الإيمانية اللي افترى توصل للحاكم بهذا الخصوص رسالتي لكل القيادة السياسية من أعلى قيادة إلى أدنى قيادة اتقوا الله في هؤلاء فالأيام دول أنت اليوم حاكم غدا لست بحاكم أنت اليوم تمشي على وجه الأرض غدا تحت الأرض وبعد غد أمام الموقف في الحساب أمام الله ماذا ستقول لربك ما هي حجتك قال لفلان أو أوصى لفلان أو كذا من كانت رقاب الناس تحت يده فعدل فبارك الله فيه ومن لم يعدل فيهم ولم ينصف فوالله نحن خصمه أمام الله سبحانه وتعالى نحن خصمه كما أن المظلوم أيضا سيكون خصمه أمام الله سبحانه وتعالى وحين ذاك لا استئناف ولا تمييز ولا محابات ولا قال لا تختصموا لدي اليوم وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد لا أهل الله لا أهل الله